كيف تستعد لرمضان وهل رمضان قريب نعم والله اغمض العين وفتح يشوف رمضان عندك وهل رمضان يستعد له نقول نعم ألا يستعد التجار الآن البضائع التي تروج في رمضان استعدوا له حطوا لها الصناديق وكتبوا عليها العناوين هذه لرمضان وهذه لرمضان اذهب الى السوبر ماركات والتجار والجملة وغيرهم والتجزاء كلهم عدوا عده كلهم لماذا استعدتوا قالوا هذه صفقة العمر اللي من دخله في رمضان هذا ننتظره من سنة كاملة فيستعدون لأن هناك صفقة مربحة عندهم التجار أصحاب المباريات والرياضة ما نسمع كاس العالم كاس العالم كاس العمر أعدوا لها من شهور راح ينفذون في رمضان ولا حول ولا قوة إلا بالله فهؤلاء عدوا كما نعد لرمضان أسمع أمس أحد العلماء يقول يقول في بلدنا أعدوا البرامج لرمضان ثلاثة برامج ثلاثة برامج معدولي أخوان لرمضان لإلهاء الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله أما يستعد أهل الحق بالأعمال الصالحة والمباركة كثير مننا يا أخوان صلى معنا في رمضان اللي فات أين هم نعرفهم بالأسماء فلان رحمة الله عليه فلان رحمة الله عليه فلان رحمة الله عليه فإحنا نحمد الله عز وجل أن أبقان إلى هذه الساعة فكان الصحابة رضوان الله عليه وسلم الصالح قبل أن يأتي رمضان يدعون الله عز وجل أن يبلغهم رمضان لأن هذه صفقة العمر عاشوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وحدثهم ما رمضان إيش رمضان فكانوا يدعون الله عز وجل أن يبقيهم إلى رمضان فإذا دخلوا رمضان دعوا الله عز وجل أن يتمم عليهم رمضان كامل نسمع الله يا أخوان سنوات كثيرة قبل رمضان بيوم واحد فلان انتقل يا رحمة الله قبل رمضان بيوم انتقلت إلى رحمة الله تعالى وهكذا فكان الصحابة يدعون الله عز وجل يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وحبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة كأن المقصول في العبادة كلها الدعاء بعضهم يعبروا رب عز وجل ما يدعوه فهذا ليس من السنة فندعو الله عز وجل أن يبلغنا رمضان نحن ومن يعز علينا أيضا من الاستعداد السلف الصالح رمضان التحلل من الديون ايش ديون الفلوس نقول لا من أفطر في رمضان الماضي بعذر شرعي مرض سفر وما شابه ذلك مثل النساء عندهم الولادة وما شابه ذلك الحيض والنفاس عزكم الله عليهم دين الآن يتحللون قبل أن يدخل رمضان بعضهم يا أخوان يؤخر 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 حتى ما بقي عن رمضان ثلاثة ايام أربعة ايام يسأل الشيخ يا شيخ عشرة ايام ما يشفعل لا حول ولا قوة إلا بالله سنة كاملة تنتظر الآن تؤدي أدفع فلوس لا حول ولا قوة إلا بالله فكانوا يتحللون في هذا الشهر قبل أن يدخل رمضان اللي على ثلاثة ايام أربعة ايام أقل أكثر فيخذيها كانوا أيضا السلسل الصالح يكثرون من الصيام في شعبان قبل رمضان هذا من باب التمرين صيام الأثنين والثميس صيام الثلاثة الأيام البيض وبعضهم يصوم يوم يفطر يوم وهكذا وكان أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام في شعبان هذا كل استعداد أيضا مراجعة القرآن هذا الشهر يسمى شهر القراء اللي يحفظون القرآن ويختمون وما شبه ذلك وعندهم إمامة وما شبه ذلك أيضا يراجعون القرآن حتى إذا دخلوا رمضان كانوا على أتم استعداد يا أخوان الطائرة قبل أن تطير أما لها استعداد نعم يعلنون أربطوا الأحزمة ولا حد يقف والذي أعزكم الله في الحمام يجلس والذي واقف يجلس وهكذا الطائرة قبل أن تقلع وتطير لها استعداد فما بالك رمضان شيخ الشهور ما لها أي استعداد ولا حوله ولا قوة إلا بالله العظيم لماذا لا نستعد إلى تفطير الصائم النبي صلى الله عليه وسلم قال من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء يا أخوان واحد كل أنا بأسوم رمضان ووضعت إطعام حق ثلاثين يوم كأن صام رمضاني الرمضان الحقيقي الذي صام ورمضان الأجر الذي أقعم ببنص الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول من فطر صائما كان له مثل أجر وغير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء أيضا تعلم القرآن وتعليمه يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم أفضل الناس ترى خيركم من تعلم القرآن وعلمه أيضا أعرف ناس يعدون العدة حك سوة العين لليتيم وللفخير وللمسكين أنا عندي مثلا ثلاثة ابناء أقول عندي أربعة إيش الرابع يتيم إيش الرابع أرملة إيش الرابع مسكين أمسح دمعته فيكون هذا الرمضان عندي ثلاثة عيال وواحد معهم يتيم يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكاف اليتيم كهاتين في الجنة الله يريد من يشتري له الثوب الجديد لكن أبوه وره في التراب أو أمه وبعضهم فاقد الأبوين ولا حوله ولا قوة إلا بالله العليا عظيم يقول الصحابي الجليل أبي سعيد الخدري يضي الله عنه أيما مؤمن كسى مؤمنا ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة الله أيما مؤمن كسى مؤمنا ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة أعددنا برنامج ونتمنى مثل ما أهل البطل يعدون من أشهور سبع شهور ثمانة شهور ولا حول أقوة الله بالله العلي العظيم أعددنا برنامج لكي نفطر مئة صائم يوميا يوميا مئة صائم وأعددنا أيضا في هذا الرمضان كفالة محفظ للقرآن سنة كاملة رمضان وبعي الشهور وأعددنا مئة كسوة لليتام والفقراء والمساكين حق العيد مئة افطار هذا يوميا طوال شهر رمضان كفالة محفظ القرآن ثلاثمائة ستين يوم اثنى عشر شهر محفظ القرآن خيركم من تعلم القرآن وعلمه حتى أسأل أحد المشرفين على بناء المراكز التحفيظ القرآن أقول لك يا شيخ كم يتخرج كل دورة من دور هذا التحفيظ قال من مئة وخمسين حافظ وحافظة إلى مئة حافظ وحافظة صور هذه الكلة في صحيفتك الدال على الخير كفاعلة البرنامج هذا يستطيع أن يشارك فيه كل من يسمعني وتأتيه أيام رمضان ذهبية في اليوم الواحد يكتب له فطر صار وكفل معلمي القرآن كريم وفي اليوم أيضا يوميا هذا البرنامج في نهاية شهر رمضان المبارك يكسو كسوة العيد لليتامى والفقراء والمساكين لكن كيف بعد جلسة السراحة أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه جواج كريم الصفقة المربحة في رمضان ولا تتردد فأنفس بني آدم معدودة يقول الشاعر الحكيم تقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني يقول حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سخمك وغناك قبل فخرك وفراغك قبل شغلك وأخطر شيء وحياتك قبل موتك لأن هذه ما فيها أي انذار على طوض واغي تنتهي فتنتهز هذه الفرصة تدخل هذا رمضان مسلح عديت والله لو كتب ربع عز وجل أن ينتهي أجل أي واحد نوى الربع عز وجل راح يزيه وهو على نيته الدليل يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرء ما نوى نحن الآن يا أخوان نعد عدة لإدخال السرور إلى الفقراء والأرامل واليتامى والمساكين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب الأعمال إلى الله سرور تدخل على مسلم أحب الأعمال في أعمال محبوبة لكن هناك أحب يقول سرور تدخل على مسلم حتى النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في حديثه قال ولئن أمشي مع أخي المسلم في حاجة ولئن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا صورنا نقضي هذه الحاجة للفقراء والمساكين واليتامة أفضل من الاعتكاف شهر كامل في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم اللي الصلاة بألف صلاة الصلاة الوحدة بألف صلاة أنت تقضي حاجة الآن نحن نخطط لبلدان فقيرة بلدان عندها حروب بلدان عندها مشاكل بلدان محرومة مسكينة مما نحن فيه ولله الحمد مننا فنخطط لهذا الشيء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدال على الخير كفاعله فعملنا يا أخوان اشتراك ايش الاشتراك؟ مرة واحدة لهذا الرمضان من هذا الاشتراك افطار مئة صائم كل يوم من هذا الاشتراك كفالة محفظ لكتاب الله سنة كاملة من هذا الاشتراك كسوة مئة يتيم او فقير او مسكين من هذا الاشتراك كم؟ عشر دينار عشر دينار اصب فيها بنزيل اقولها هنا وهناك اي والله لكل هذا الشهر فهذا عرض مغري يا أخوان والله لا تفود اهل الباطل يعرضون بضائعهم لماذا لا نعرض على هذه المنابر اعمال نتسبب فيها في دخول دينا مثل دوس الاعلام وما ذلك الله عز وجل يقول وسارعوا وسارعوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض يقول الحق تبارك وتعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون عند الله عز وجل نعم فسبا وسرعة وحتى يقول الحق تبارك وتعالى تفروا إلى الله شفتوا الوحد اللي التفت اللأسك خلفه بسرعة لأن العمر ينتهي في أي لحظة فعملنا يا أخوان هذا المشروع من باب وتعاونوا على الدر والتقوى ولا تعاونوا عن إثم وعناء